مصدر ناخل نادي الزمالك قال لنا انه تم صرف النظر عن يوسف البلايلي كان فيه وكلة عرضوا يوسف البلايلي على يوسف البلايلي اللعب الجزائري الكبير اللعب الدولي الجزائري على نادي الزمالك ونادي الزمالك كان رأيه انه اللعب بيغالي طبعا في اموره المالية وعنده مشاكل دايما مع الاندية اللي بيلعب فيها فعشان كده احنا مش مهتمين بضم يوسف البلايلي مصدر كمان في نادي الزمالك قال للرقم 10 أن نادي طلع الجيش أغلق الباب تماما تماما في وجه نادي الزمالك بخصوص عمر السيسي هو طلع الجيش متمسك بعمر السيسي وعمر السيسي من اللعيبة المهمة في طلع الجيش طلع الجيش كان طلب 20 مليون جنيه لبيع عمر السيسي لنادي الزمالك ولكن نادي الزمالك شايف أنه الرقم مبالغ فيه جدا خاصة أن عمر اللاعب يعني 28 سنة فأنا مقدرش أدفع الرقم دوت في لاعب يعني كبير في السنة ولكن كبير طبعا في القيمة لعب 33 مباراة عمر السيسي الموسم الماضي مع طلع الجيش 2773 سجل 3 هداف وصدع هدفين دي أرقام عمر السيسي مع نادي طلع الجيش يعني من اللعيبة المهمة في نص الملعب بصراحة من اللعيبة الكبيرة جدا كمان مصدر في نادي الزمالك قال لنا في رقم 10 أن فيه جلسة أخيرة بين الزمالك وإدارة غزل المحلة هتكون برعاية أحد وكلاء اللاعبين ووسيط في الصفقة من أجل حسم ضم عبدو يحيى للزمالك الجلسة عشان يتم تقفيد المبالغ المالية في كيمة انتقال اللاعب من المحلة إلى نادي الزمالك لعب محترم وكبير جدا اللاعب 34 مباراة 3050 دقيقة سجل 9 أهداف وصنع 3 أهداف كان هو اللاعب الأهم في غزل المحلة الموسم الماضي قلت لكم من كام يوم إن في وجود زكريا الوردي في نص الملعب بتتكلم في روقة بتتكلم في لعيبة كتيرة في وسط ملعب نادي الزمالك كمان دونجا اللاعب الصفقة الجديدة اللي جابها نادي الزمالك من برامد فريرا بات يفكر إن إمام عشور يرجع لمركزه الأصلي إيه هو المركز الأصلي إمام عشور الجناح الجناح الأيصر فيبدو كده إن الموسم هيبدأ بإمام عشور في مركز الجناح الأيصر عشان ما يخسرش فريرا دونجا الصفقة الجديدة وأيضا اللاعب المميز مع فريرا الموسم الماضي هو روقة وكمان الصفقة الجديدة سجرية الوردي المغربي الشاب وبالتالي إمام عشور هي أرقام إمام عشور كواست ملعب في الموسم الماضي مع نادي الزمالك 37 مباراة 2848 دقيقة سجل 5 وصنع 3 أهدف